لم يتوقف الاعتقال الإداري الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 بحق الفلسطينيين فقد وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من 54 ألف حال من هذا النوع من الاعتقال ومن دون محاكمة أو تهمة أو سقف زمني للإفراج ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كنوع من العقاب للفلسطينيين وبحجة وجود ملفات سرية لا يمكن الإفصح عنها للمتهم أو محاميه قانون طوارئ بريطاني بان الانتداب البريطاني وما زالت إسرائيل مصممة لاستخدامه في القرن الحادي والعشرين وهي تعلم تماماً العلم أنه يمثل انتهاك كبير للقانون الدولي أما لماذا يمارسونه فذلك يقع في إطار حرب تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني مستهدفة قطاع الشباب بالأساس أكثر من 736 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري بالإضافة إلى 5000 أسير فلسطيني يعيشون جميعهم في ظروف اعتقال صعبة وغير إنسانية بشكل عام وزادت خطورة بعد انتشار فيروس كورونا زيارات الأهالي ممنوعة منذ انتشار هذا الوباء وإدارات مصلحة السجون ما زالت تتغول في سياساتها الانتقامية من الأسرة وخاصة الاكتحامات الليلية والاعتداء على الأسرة بالهروات وبالغاز وبالفلفل الحارق حيث تعرض الأسرة في سجن عفر واحدة لأكثر من عشرة مرات من الاكتحامات وكذلك في مختلف هذه السجون حيث ما زالت هذه الإجراءات والعقوبات الجماعية متواصلة ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في سجونه أكثر من 200 طفل فلسطيني بالإضافة إلى 700 أسير مريض من بينهم 21 يعانون من مرض السرطان يضرب الاحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن للأسير الفلسطيني حسن المعاملة وتوفير ظروف حياتية مناسبة له وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالإضافة إلى توفير أماكن احتجاز تليق بالبشر نهاد حجازي المملكة رام الله